من مناسب هذه الرسالة اللي أنا نحب نواجهها لأهل القيروان وكنت وجهت أقبل كل واحد توا في ولاية القيروان يجب أن يعتبر نفسه تحليله إيجابي ويتصرف على أساس كونه تحليله إيجابي ويجب أن يعتبر نفسه حامل السلالة الهندي علاش؟ لأن هذه السلالة معضية جدا كما كانت أحكينكم الدكتورة توا تعدل عشرة أسخاص الواحد يعدل عشرة لهذا يجب أن توا نعتبره أنه نحن حامل الفيروس نتصرفه على أساس كونه حامل الفيروس في منازلنا في الشارع في العطرية في الكوشة وبذلك حتى نخفف شوية من هذا الوباء ما عادش توا ما عادش ما تنجمش حتى كتام تحليل وتطلع سلبي رأوا تنجم غدوة تعم تحليل مرة أخرى يطلع إيجابي رأوا حتى التحليل نعملوه لك هناك في الابوراتوار ونشوفوه في المخابر يبدأ أن سلبي رأوا غدوة نجم والإيجابي لهذا توا يجبوا على كل مواطن نرجع ونعودها أن يعتبر نفسه حامل للفيروس الهندي مش حامل للفيروس كورونا حامل للفيروس الهندي الذي هو يعدي عشرة كل شخص نجم يقدر يعدي عشرة مرات وهذا يعليش في ولاية القروان نشوفو هل إقبال كثيف على المؤسسات هذا يعليش في ولاية القروان قاعدين نشوفو في الوباء ينتشر كالنار في الهجيم رأوا من نجموش وحدنا مهما تكون طاقة الصحة رأنا من نجموش نوقفوه من نجموه نوقفوه كان مبعثنا وسائل الإعلام مشكورين قاعدين يبلغوا وسائل الإعلام قاعدين يقوموا بدور كبير وكبير جدا حياهم الكل الموجودين عنا في القروان وحتى خارج قروان الحقيقة تم اهتمام إعلامي كبير جدا بمدينة القروان وبأهالي القروان والرجاء كل الرجاء الرجاء كل الرجاء من جميع موطني القروان أن يعتبروا نفسه إيجابه ويتصرف على هذا الأساس خليل يلطف بنا ربي رأي الأمور فاقت جميع الحدود رأي المنظومة الصحية تأنوا تحتوطت الأعداد الكبيرة الوافدة على المؤسسات الاستشفائية نسأل الله السلامة للناس كل نسأل الله السلامة للناس كل وأنا ما أعتبروا نفسكم إيجابيين رأي جمعة من الزمان ولا عشر أيام رأي ما تغير شيء في الحياة رأي جمعة من الزمان بلبسان الماسك والبعض التجمعات وحتى في دارك ابعدوا لبعاظكم حتى في الدار رأي ما تغيرش الحياة رأي جمعة توهبك الحياة وجمعة توهبك الموت رأينا نحب الحياة ونحب للناس الحياة